نصل إلى زاوية أخرى وهي زاوية على كل زاوية على كل مع الكاتب والصحفي محمد عبدالقادر من صحيفة اليوم التالي في أخيرة اليوم التالي جاءت اليوم تحت عدوان السلام حتى لا يقع الفأس في الرأس استهل محمد عبدالقادر هذه الزاوية وهو يقول لا مناصة من إنجاح الفترة الانتقالية مهما كانت التحديات والملاحظات على أداء الحكومة وطريقة تعاطي قوى الحرية والتغيير مع بعض القضايا والمشكلات ليس من المصلحة أن تفشل حكومة التغيير أرى أنها إذا صلحت صلح سائر مستقبل السودان وإن فسدت انتكس واقعنا الخطير إلى أسوأ مما هو عليه الآن يواصل عبدالقادر تظل عملية السلام أولوية تستلزم تقديم التنازلات المطلوبة من الأطراف كافة وصولا إلى ما نبتغيه من مصلحة شاملة تبرم عهدا جديدا من الأمن والنماء والاستقرار الذي ننشده جميعا يمضي هنا محمد عبدالقادر فيقول الجبهة الثورية تحذر من مغبة تعيين الولاة وتسمية أعضاء المجلس التشريعي وتتمسك باتفاق جبه الذي يمنع تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي قبل التوصل لتفاهمات في مفاوضات السلام تشتكي مر الشكوى من إهمالها في تكوين مجلسي السيادي والوزراء يستمر محمد عبدالقادر في زاويته قائلا قوى الحرية والتغيير تتمسك بالموعد المعلن للإعلان التشريعي والولاة في السابع عشر من الشهر الجاري وتضع بهذا العقدة في المنشار وترى أن هناك ضرورة ملحة لتعيين الولاة حتى تكتمل إزالة دولة المؤتمر الوطني ختم محمد عبدالقادر هذه الزاوية وهو يقول الواقع أن الوضع السياسي على قدر من الهشاشة التي لا تحتمل أي تهزات جديدة في العلاقة بين مكونات قوى الحرية والتغيير كل الأطراف أسهمت في الإطاحة بنظام الإنقاذ والاتفاق على عبور الفترة الانتقالية أهم من التحالف الذي مكن الطرفين من تغيير النظام أتمنى أن لا تصل الأمور إلى نقطة الصفر في الحوار بين الثورية وقوى الحرية والتغيير بما ينعكس سلبا على الجهود المبدولة لإحلال السلام